بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل مسألة شاملة للسنة الرابعة متوسط رقم واحد إذن لننطلق على بركة الله لاحظوا أبناء قال لفلاح قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها أعطينا الطول اللي هو L ماجسكيل يسوين 120 متر وعرضها اللي هو L إذا رمزنا له L من سكيل 90 متر أقططط منها رواقا أولا قبل ما نأتي سوف نأتي إلى هذه القطعة ها هي أمامكم هنا مرسومة بالشكل لاحظوا جيدا هنا أبناء عندنا ها هي قال مستطيلة إذن ها هو الرمز أمامكم أنها مستطيلة الشكل لاحظوا قال ماذا قال اقتطع منها رواقا عرضه خمسة متر ها هو تلك الرواق لاحظوا جيدا ها هو تلك الرواق الذي طوله خمسة متر ها هو هكذا كما أشير هنا يابناء تلاحظوا الشكل وكل تفصيل عندنا لاحظوا قال في لحفر بئر إذا قمنا هنا مثلا قام بحفر بئر في هذا المكان وبناء منزل مثلا بنى منزل في هذا المكان كما أشير فقط كرسمها كذا والجزء الباقي خصصه للزراع يعني ما هو الجزء المتخصص للزراع هو هذا الجزء يا أمناي الكبير الذي بقي لنا وهو مكتوب عليه الجزء المتخصص للزراع كما أشير هذا الأمر قال كما هو مبين في الشكل الأدنى ها هو الشكل نعم كما تلاحظوا قال أحسب مساحة القطعة المخصصة للزراع ما معناه؟ معناه هذه القطعة التي لها هات الأضلاع هنا عندها باللون الأخضر كما أشير ها كذا هذا هو ما معناه؟ نقول حساب حساب مساحة قطعة القطعة القطعة المخصصة للزراع ها كذا هنا نحن نعلم أن مساحة هذا الشكل ما هو؟ هو مستطيل إذن نقول نحسب مساحة المستطيل الذي طوله آل ماجسكي ليسوينا مئة وعشرون متر وعرضه آل صغيرة تسألنا كم؟ تسألنا خمسة وثمانون متر الآن ماذا يصبح؟ يصبح لنا إذا سمينا هذه المساحة آل لاحظوا جيدا يقول أحدكم يا أستاذ لكن لماذا قلت خمسة وثمانية؟ يا أبناء لاحظوا جيدا الطول هذا نحن نعلم أن الطول الكبير اللي هو هذا الطول هذا العرض أو هذا العرض هو التسعون لكن هو علينا أن ننقس هذه المسافة لأنها تركها للبناء إذن ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا خمسة وثمانون لهذا كتبت هنا خمسة وثمانون ومنه آ تصبح تسألنا ماذا؟ مئة وعشرون أو نكتب أول القانون حتى تفهموا لهي آل ماجسكيل في آل مينيسكيل تسألنا ماذا؟ مئة وعشرون في ماذا؟ في خمسة وثمانون وتساوي لنا كما أشير هنا إذن تصبح لنا آ تساوي هكذا لاحظوا جيدا هنا يا أبناء هكذا متر لاحظوا متر مربح هذه هي المساحة والمساحة نحن نعلم يا أبناء أنها بالمتر المربح نتابع جيدا الآن أبناء بعدما كمنا مع هذا الجزء سوف نتطرق إلى الجزء الثاني لكن في الجزء الثاني عليكم بالمتابعة جيدا قال أراد هذا الفلاح أن يسيج الجزء المخصص للزراعة الجزء المخصص للزراعة هو ها هو أمامكم هنا في الشكل لاحظوا ريدا ها هو سوف أعيد مرة أخرى لأريها لكم ها هو أمامكم هذا الجزء هو الذي مخصص للزراعة أنظروا جيدا الآن قال بالزراعة فوضع أعمدة بحيث تكون وضع أعمدة معناه لو نأتيكم هكذا ونرسم الشكل بثلاث الأبعاد حتى يكون أوضح أوضح لاحظوا جيدا إذا قلنا هذا هي المكان المخصص للزراعة يريد أن يضع هنا عفوا أن يضع أعمدة هكذا أعمدة بحيث لاحظوا هكذا الأعمدة بحيث تكون المسافة بين كل عمدين متساوية بأكبر عدد ممكن هذا الشرط الأول معناه يريد كاملا أن يقوم بوضع أعمدة كما أشير هنا هكذا لاحظوا ها هي الأعمدة التي يريد يا أبنائي أن يضعها لكن سوف نكمل الآن لاحظوا جيدا هكذا كما أشير هذه الأعمدة التي يريد وضعها هذا الفلاح لاحظوا ثم هكذا ثم هكذا الآن سوف نكمل الجملة قال وفي كل ركن من الأركان الأربعة وضع عمودا معناه في هذا المكان يعني هنا يريد أن يضع عمود مثل أخوته وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وكلها أعمدة متشابهة إلا أن اخترت أنا اللون الأخضر حتى أميز أن هذه الأعمدة يجب أن تكون في الزوايا قال ووضع عمودا وترك مدخل عرضه ثلاثة متر هنا يريد أن يترك مثلا في هذا المكان هنا كما أشير يا أبنائي هنا مدخل طول هذا المدخل طوله كما أشير هنا ثلاثة متر فقط لاحظوا جيدا يعني هنا أنا لم أقول أن يا أبنائي يكون هو بين عمود وعمود لا ممكن تلك العمود الآخر يأتيكم في هذا الموضع ممكن أن يكون هنا والثلاثة متر يمكن أن تكون في هذا الموضع فقط هنا يريد أن يضع باب في هذا المكان فقط أما الطول بين كل ذرع يجب أن يكون ثابت قال الآن أحسب المسافة التي تفصل عمودين عمودين كيف هما عمودين متتاليين لأن هذه مسافة كذلك بين عمود وهذه لكن يجب أن يكون كيف متتالية هذه العمودة لإيجاد ذلك يا أبنائي علينا أن نقوم بحساب شيء درستموه اللي هو إذن أولا نكتب عنوان الجواب نقول ألف حساب المسافة التي تفصل تفصل بين عمودين متتاليين نضيف هذه عمودين متتاليين هكذا إذن نقول للقيام بذلك للقيام بذلك نقوم بحساب البي جي سي دي البي جي سي دي لمائة وعشرون وخمسة وثمانون لماذا يا أبنائي نختار هذا الأمر لأن يقول أحدكم يا أستاذ لماذا لم تقوموا بحد في كذلك هذه الباب لا أبنائي لا دخلنا نحن في الباب الباب هذا أكيد سوف يكون أصغر طوله يكون أصغر من المسافة ما بين العمودين لهذا لا تهمون هذه أصلا نتابع جيدا سوف نقوم قلت بالحساب بي جي سي دي كيف نقوم بحساب بي جي سي دي هذه معروفات تلك الطرق عندنا لو نقوم إلا بهذه العملية البسيطة التي تعرفها الجميع إذا نقول هنا نكتب مئة وعشرون أولا من الكبير تقسيم السغير لا تجعل السغير تقسيم الكابير هنا خمسة وثمانون ماذا يعطينا؟ يعطينا واحد والباقي خمسة وثلاثون فقط ثم ماذا نقوم؟ نقوم مرة أخرى بهذه القسم المتوالية المتتالية هكذا ونأتي بهذا إلى هذا المكان فيصبح لنا هنا كم؟ خمسة وثلاثون ونقوم بالقسمة خمسة وثمانون تقسيم خمسة وثلاثون نتيجة أكيد سوف تعطينا اثنان والباقي كم؟ والباقي لنا يبقى لنا خمسة عشر هكذا ثم نقوم مرة أخرى بهذا الأمر لاحظوا جيدا نأتي بهذه إلى هنا الخمسة عشر فتصبح هنا خمسة عشر خمسة عشر تقسيم خمسة وثلاثون تقسيم خمسة عشر أكيد نتيجة اثنان والباقي كم يكون؟ يكون لنا خمسة ثم نكمل المسير كذلك لاحظوا جيدا أبنائي الأمر قلت أنه بسيط جدا لاحظوا جيدا هكذا قلت هذا كذلك يتنقل مرة أخرى إلى هنا خمسة فتعطي لنا كم؟ تعطي لنا نتيجة ثلاثة والباقي كم يا أبني الباقي صفر وأنتم تعلمتم أن البي جي سي دي ما هو؟ هو آخر باقي غير معدوم لأن الباقي أو آخر باقي هو هذا معدوم والباقي الذي قبله أكيد هو هذا إذن ماذا نقول؟ نقول البي جي سي دي لاحظوا البي جي سي دي لمئة وعشرون وخمسة وثمانون يساوي لاحظوا يساوينا كم يا أبني؟ يساوينا خمسة لماذا؟ لأن يقول أحدكم والصفر لا يا أبني أما إن تحصل الباقي آخر باقي وجدتمه هو واحد فنقول أن البي جي سي دي يصبح واحد ويكون هذه الأعداد أولية فيما بينها بهذه البسطة المطلقة فقط أي ماذا أبني الآن بعدما وصلنا إلى البي جي سي دي وخمسة نقول ومنه هذا الدي الذي قيمته خمسة هذا لأنه يرمز له بدي يعني البي جي سي دي هذه القيمة التي وجدناها يا أبنائي هي نضيف هنا متر لاحظوا هي المسافة المسافة الفاصلة بين كل عمودين متتاليين متتاليين هذه يجب أن نزيد هذه الكلمة بهذه البسطة أبني الآن قد وجدنا هذا السؤال إذن دائما لما يعطي لكم من هذه أعلموا أن هناك البي جي سي دي الآن بعدما جاء أنهينا البي جي سي دي قال أحسب طول السياج المستعمل لاحظوا جيدا سوف نأتي هنا أمامكم بالشكل لاحظوا هنا هو الشكل لكي نلاحظ كيفية الإجابة على هذا السؤال لاحظوا إذن نقول لاحظوا نساحة أو طول السياج المستعمل طول السياج المستعمل هنا لحساب طول السياج المستعمل لو تلاحظوا معي هنا ها هو الشكل أمامكم هنا ها هو لاحظوا جيدا عندنا هذا هذه أولا المساحة المخصصة قلنا للزراع لكن لا ننسى هناك شرط قلنا هذه المساحة لكن يا أبني ألا تعلموا أن وضع هنا باب صغير إذن وضع هنا في هذا المكان باب طوله كم لاحظوا هذا الباب طوله قال ثلاثة متر من هنا إلى هنا هذا الباب طوله كم طوله هكذا كما أشير ثلاثة متر ما معنى نقول لحساب حساب طول السياج إذن طول السياج المستعمل هو محيط المستطيل الذي لاحظوا جيدا الذي طوله الطول يبقى ثابت لاحظوا لهو مئة وعشرون ماذا؟ متر وماذا؟ وعرضه هو اثنان وثمانون متر يقول أحدكم لكن يا أستاذ لماذا لم تختر الباب في الطول؟ اختروا في الطول أو في العرض ليهم المهم يبقى أنه ثابت ومنه ماذا ينتج يا أبناء ينتج إذا رمزنا إلى المحيط بالرمز بي يصبح يساوينا كم؟ يصبح يساوينا مئة وعشرون لأن المحيط ماذا تقول؟ تقول الطول زائد العرض في اثنان إذن مئة وعشرون زائد اثنان وثمانون في اثنان فيصبح لنا بي هذا بي اللي هو المحيط يصبح يساوينا أربعمائة وأربعة متر هذا هو الجواب الآن هنا بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي سوف نأتي إلى السؤال كم عدد الأعمدة اللازمة؟ لذلك لاحظوا سوف نقوم بجلب هذا السؤال لوحده لاحظوا إذن نتابع جيدا إذن عدد الأعمدة اللازمة لذلك معناه إذا أتينا بالشكل هذا أراد منا أن نجعل كم هما عدد هذه الأعمدة التي وضعت هنا وهنا 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 هنا نقول عدد لاحظوا عدد الأعمدة اللازمة هي هي ماذا يا أبنائي؟ إذا رمزنا لها أن إذا رمزنا لها أن يعني عدد يساوي لنا بي فتحة محيط على الدي ركزوا الدي نحن وقلناه كم هو؟ هو خمسة وقلنا أنه خمسة متر معناه والبي فتحة ما هو؟ هو مساحة هو محيط هو محيط هو محيط تلك هذا الشكل وهذا الشكل محيطه بدون مراعاة هذا الباب هذا الباب لا يوجد له تأثير لأنه أصلا من هنا إلى هنا خمسة متر وهو يأتينا أصغر من ذلك إذا لا يؤثر علينا أما إذا فعلنا بي يقول أحدكم وإذا قمنا يا أستاذ بي اثنان وثمين الذي فعلنا في الأول سوف تجدون أعدد الأعمدة بالفاصلة وهذا غير ممكن حتى تفهموا اللوز فتصبح لنا بي ما هي؟ إذا إذا سمينا نقول هنا بي فتحة هي محيط 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 المستطيل الذي ماذا؟ الذي طوله كم؟ طوله مئة وعشرون أما عرضه يا أبنائي عرضه يكون خمسة وثمانة فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا مئة وعشرون زائد خمسة وثمانون في اثنان لاحظوا جيداً تصبح لنا كم يا أبنائي تصبح لنا أربعمائة وعشرة متراً لهذا قلت هذا الباب لا يؤثر أصلاً ومنه ماذا ينتج يا أبنائي؟ ومنه ينتج أنه آن آن لهو عدد الأعمدة إذا قلنا أنه آن هو ماذا؟ وهو عدد عدد الأعمدة تتفهم الرموز هذه لماذا وضعت فيصبح لنا يساوي لنا كم؟ يصبح لنا أربعمائة وعشرة على دي لهو على خمسة وتصبح تساوي لنا كم؟ إثنان وثمانون عموداً هذا العدد هذا العدد الأعمدة الأعمدة اللازمة هي أو هو هو إثنان وثمانون عموداً لهذه البسطة المطلقة فقط يا أبنائي الآن بعد ما أكملنا مع هذا الجزء سوف نأتي إلى الجزء الآخر لاحظوا قال جمع هذا الفلاح محصوله من البطاطا يعني قام بزرع هنا في هذه الأماكن الأماكن البطاطا لاحظوا جيداً أركز وأرجوكم معناه إذا قلنا هذه هي المساحة المخصصة كلياً هذه المساحة التي أقوم هنا بتسيجها باللون الأخضر زريعت بطاطا قال محصوله من البطاطا حيث أعطى المتر المربع الواحد يعني متر مربع إذا قلنا مثلاً هذه متر من هنا واحد متر ومن هنا واحد متر هذه المكان أعطى له كم؟ أعطى له عشرة كيلوغرام لاحظوا جيداً وتلف أولاً قبل أن نكمل أولاً علينا أن نقوم كم يا أبنائي أعطت له البطاطا يعني هذه المساحة المخصصة هذه للزرع كم أعطت له من قنطار أو من كيلوغرام في البطاطا نتابع جيداً أولاً نقوم لأن السؤال قال ما هو ثمن بيع المحصول الصالح للإستعمال لكن قبل أن نكمل الظاهرة علينا أن نستخرج البطاطا التي جانها من هذه المساحة نقول نقول هنا المساحة المخصصة إذن المساحة أولاً المساحة المخصصة أو مخصصة للزراعة هي قلناها سميناها في الأول أنها تساوي لنا كم؟ تساوي لنا هكذا يا أبنائي مثل مربع هذا الأمر الأول هنا نستعمل ماذا؟ نريد إذن إذن نقول كمية البطاطا من المساحة المزروعة أولاً علينا أن نعرف كم يوجد لنا كمية البطاطا نستعمل هنا يا أبنائي القاعدة الثلاثية ما هي القاعدة الثلاثية؟ أنه واحد متر مربع لاحظوا أعطى واحد متر مربع كم أعطى له؟ أعطى له عشرة كيلوغرام من البطاطا وهنا عندنا وعشرة آلاف ومائتين متر مربع بالقاعدة الثلاثية كم تعطي له؟ تعطي له إكس إكس من ماذا؟ كيلوغرام أكيد إذن إكس هنا نقول كيلوغرام فيصبح لنا إكس ماذا يساوي؟ لقاعدة الثلاثية أليس الإكس يساوي لنا هذا في هذا؟ على هذا يا أبنائي نعم تصبح لنا عشرة آلاف ومائتين في عشرة على واحد فتصبح لنا النتيجة اللي هي إكس يصبح كم يساوي لنا؟ يصبح ليساوي لنا مائة ألف وألفين هكذا كم كيلوغرام؟ هذه هي ماذا يبني؟ هذه هي كمية البطاطة في كل تلك المساحة التي زرعت لاحظوا جينا حتى تدفهموا كيفية الإجابة على هذا السؤال الأخير إذن عندنا الكمية هذه قد وجدت لكن محصول البطاطة الكلي إذن وجدناه قلنا هذا هو محصول البطاطة الكلي متابع جيدا الآن أبنائي لو نكمل وتلف ثمانية بالمئة من المحصول يعني من هذا المحصول تلفت قيمة وهي ثمانية بالمئة إذن نقول هنا كمية البطاطة التالفة نحن نعرف نسبتها أما كميتها فلا فنقول ماذا؟ لاحظوا جيدا فنقول البطاطة الكلية هي مئة ألف و ألفين كيلوغرام تقابلها مئة بالمئة يعني هنا أصبحت كلها بطاطة لكن قال هو ماذا؟ لاحظوا جيدا ثمانية بالمئة تالفة فماذا يقابل من الكمية الكلية؟ إذا كانت ثمانية بالمئة نسبة فماذا يكون كمية البطاطة الرموز لها بإجراج؟ حيث نقول هنا إجراج كمية البطاطة التالفة يعني حتى تتفهموا الرموز الإجراج والإكس وكل شيء فنحن نعلم أن تصبح لنا إجراج يساوي لنا كم؟ يصبح يساوي لنا هذه اللي هي مئة ألف و مئة ألفين هكذا كيلوغرام في ثمانية على مئة فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا كمية وهي يصبح لنا إجراج يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ثمانية ألف و مئة و ستون كيلوغرام هذه هي كمية ماذا؟ كمية البطاطة التالفة لاحظوا جيدا إذن ها هي كمية البطاطة التالفة نتابع جيدا الآن بعدما استخرجنا كمية البطاطة التالفة يا أبنائي لهذه نستخرج الآن كمية البطاطة الصالحة إذن نقول كمية لاحظوا كمية 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 البطاطة الصالحة إذا قلنا أن الكمية نرمز لها بكي كونتيتي تصبح تساوي لنا كم؟ تصبح تساوي لنا تلك العدد الكبير لهذا مئة ألف و ألفين ناقص ثمانية ألاف و مئة و ستون وتصبح كي كم تساوي يا أبنائي وتصبح تساوي لنا التسعة هكذا و ثلاثة و ثمانية و أربعة و صفر كيلوغرام كيلوغرام لاحظوا جيدا هذه هي كمية البطاطة الصالحة لكن لا ننسى الشيء لاحظوا لي سوف نعود الآن إلى سؤاله و نقوم بالإجابة عليه بأبسط طريقة ركزوا الآن يا أبنائي نلاحظوا جيدا إذا ها بعد ما وجدنا كمية البطاطة الصالحة قال ما هو ثمن بيع المحصول الصالح للاستعمال أولا قبل كل شيء يا أبنائي علينا أن نحول هذه الكمية لأنه هو ماذا قال للقنطار فباع كل قنطار بمئة و خمسون دينار للقنطار الواحد و نحن عندنا ماذا و عندنا الكمية بالكيلوغرام علينا أن نحول إذا نقول كمية البطاطة الصالحة الصالحة بالقنطار لأنه يجب علينا أن نحولها إلى القنطار فتصبح لأنها إذا نقول كي تصبح تساوي لها بالقنطار تعلمون أن ما علينا إلا قسمة ماذا قسمة الأمر وهو تسعة ثلاثة ثمانية أربعة صفر على مئة لأنه تعلمون أن واحد قنطار يا أبنائي حتى لو تذهبون إلى الكيس سوف تجدون هذه الكلمة فتصبح لنا ماذا يصبح لنا كي لهي الكمية تصبح لنا يا أبنائي هنا تسعمائة و ثمانية و ثلاثون إذا تسعمائة و ثمانية و ثلاثون فاصل أربعة قنطار الآن سوف نأتي إلى آخر شيء لهو قال ثمن البطاطة للقنطار كم قال مئة و خمسونة دينار ألف و خمسمائة دينار للقنطار هنا عندنا ونحن نلاحظ كم عندنا من قنطار نقول ثمن كجواب نهائي ثمن بيع المحصول الصالح للاستعمال هو ما علينا إلا ضرب هذه القيمة في ألف و خمسمائة معناه نقول إذا قلنا آس يعني نرمز له بآس صالح يعني ثمن لا يهم تصبح لنا ماذا تسعمائة و ثمانية و ثلاثون فاصل أربعة في القنطار الواحد اللي هو ألف و خمسمائة قلت هنا ألف و خمسمائة ربما تحسبها ستمائة لا ألف و خمسمائة هكذا سبح لنا آس يساوي لنا كم لاحظوا جيدا واحد أربعة سيفر سبعة ستة سيفر هكذا يا أبنائي متابع جيد سيفر هكذا دينار جزائري هذه يا أبنائي ثمن تلك البطاطا التي قام ببيعها هذا الفلاح و في الأخير أبنائي و بناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو و لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة و العافية كي نكمل معكم مسير نحو مستقبل أفضل و زروا صفحتين لي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار و دمتم في رعاية الله و حفظه والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته